رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي برقية تهنئة للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير السيناء وعبر رئيس الوزراء بهذه المناسبة عن أخلص التهاني القلبية للقائد العام للقوات المسلحة ولجميع رجال القوات المسلحة البواسل من ضباط وضباط صف وجنود معربا عن تمنياته لهم بالتوفيق والسداد من أجل مواصلة مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها البلاد